بونجوريك يا اهلا سواء ناتالية صابامي شو الهوال العشية كتير طيبة صح صح مظبوط أكثر شيء منكلون هلأ بفاتة الهواين مغزبوط هلأ معاوسم عدث المأكلات اللي منكلها بها الفترة هاي يمكن منكلها بس بهالفترة هاي أول شيء لأنه نحن الوقت اللي منفكر بالعيد منفكر دائمان بالحبشة نفكر دائمان بالسومون بالكافيار بالفواجرا والباتي ولكن كثير من الوقات ما منعرف شو عم ناكل ومنثير منقول طيبين هيتا ناخد بعد أو يا هلتورة إذا لازم نخفف كمية الملح شو هن المأكلات اللي لازم نتجنبها خلين نذكر برقمنا 0444444 إذا عندكم أي سؤال لنتالي حول هالموضوع أو غيره كمانا فيكم تتواصلوا معنا على المتفي على الفيسبوك بيج بأي شيء رح نبلش رح نبلش أول شيء بالسومون السومون كثير من الأوقات منحطه على الطاولة إن كان يمكن على نوال أو على راس السنة إن كان فيمي أو فرش يعني غريلد أنواع السومون تختلف في عدة أنواع من السومون وحسب شو نوع السومون اللي عم نستهلكه نسبة الدهون فيه بتختلف كمان كمان هلأ نعرف إنه مدهن هو كسمك هو من الأسميك المدهني ولكن منه الكمية الدهون اللي موجودة فيه منه كتير كتير عالية ودهونه صحية بتنعطي؟ دهونه كتير صحية مثلا إذا عم ناخد فيلي سومون شوينيها وهوني بركز على شوينيها لأنه كتير من الأوقات أكيد نقليها يا منزد الكريم فريش أو زبدة إذا شوينيها بتعطينا تقريباً حوالها الجرام من الأوميغا ثري إذا كنا عم ناخد فيلي وزنه تقريباً شي مية وخمسين جرام مطبوخ والجرام من الأوميغا ثري يعني نحن نعرف أنه هالكمية هاي كتير مهمة كرميل تساعدنا من الوقاية من كتير مشاكل أهم الشيء وقت اللي بنا ناخد السومون أنه ناخده بدون ما كتير نزد لو يمكن إذا زدنا له كتير إشياء منروح من طعمته سو خلينا ناخد السومون نستفيد منه عشيب إذا شي فينا نزده عشيب هار إلى آخر شو الفرق بين السومون الفري والسومون الفيمي السومون الفيمي أكيد إذا بنا ناخده كتكوين تقريبا زيت الشيء ولكن دخلوا نسبة ملح كتير عالية يعني الأشخاص هاللي بيعانوا من مشكلة الضغط أو بهمهم يخففوا نسبة الملح بأكلهم بدون يتجنبوا السومون الفيمي لأنه كرميل تيداين السومون أكتر بينضف له أكيد ملح وفي بعض الروسيتات هلأ بنسأل الشيف إذا بيزيدوا له سكر أو أغط بيعملوا سموكينغ أنا بتذكر السكر والمنع في السكر الأسمن وأكيد بيتدخن مع الأوك هاي دي لازم ننتبه له نسبة الملح فيه كتير كتير عالية يعني إذا بدنا ناخد هالقطعة هاي فيها حوالة 700 ميلي جرام من السوديوم اللي هي نسبة كتير مهمة يعني نحن نحكي عن هون سلايس من السومون الفيمي اللي ممكن أن ناخدها يمكن بعد ما بلشنا بوجبة الأكل الرئيسية فإذا ننتبه على الملح ننتبه على كمية الزبدي اللي عم نحطها كمان نحن وقت إذا عم ناخد كنابي عادة منحط زبدي أو كريم تشيز فينا إذا عم نعمل بالبيت نستهلك كريم تشيز يمكن خفيفة الدسم وننتبه كمان لكن إذا عنا مشكلة بالملح السومون بالإجمال فيه نسبة كتير مهمة من السيلانيوم يعني نحن وقت اللي عم ناكل السومون ما عم ناخد بس أوميغا ثري عم ناخد كمان نسبة سيلانيوم اللي هو مواد مضاد للتأكسد مهمة جدا بحاجة إلى كرميلة هالرياكشنز اللي بيصيروا بالجسم تتدفع عن الأكسد بحاجة للسيلانيوم فإذا السومون هو أكيد نوع من اللحوم اللي كتير مفيدة هي بالأحرى أسميك ليش لا ولكن لازم ننتبه إذا على الملح اللي موجود فيه يعني هاي دي سلايز أدفيا كالوريز هاي دي سلايز فيها تقريبا حوالها 50 كالوري 50 سعر حرارية إذا بنا ناخدها كسموكت سالمون يعني هي فيلي عادة بنواجدوا بالباكيات فيليات مقطعة رفيع هاي دي تقريبا شي 50 سعر حرارية منها كمية كتير عالية أحسنت كيف نكلها بس مثل ما قالت أكيد فيها حوالها مظبوط حوالها 8 جرامات من البروتين هو اللي شو منزيد عليها وهوني نقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها بنتقل هلأ تينا لا الباتي ولا الفواقرا هلأ أكيد الباتي منو فواقرا الفواقرا أنتية لأنه كمان وقت اللي بتروحي تشتري هالأنواع من المؤبلات أو من اللحوم في عدة أنواع يمكن واحد ما بيعود يعرف شو لازم يختار ولكن أكيد أحسن نوعية من الفواقرا أو الباتي هي أكيد الفواقرا أنتية وقت اللي بيكون هو أصبت كنار أو بط فيه نسبة دهون عالية فيه نسبة دهون عالية وفيه نسبة كمان كوليستيرول مهمة جدا دونك لازم ننتبه هلأ الباتي فيه نسبة كوليستيرول أقل ولكن دهون كتير أكتر بس بتحسي أن الباتي بروسست أكتر؟ إكذاكلي لأنه بروسست أكتر فيه نسبة دهون إضافية الباتي الباتي صح ولكن فيه نسبة كوليستيرول أقل لأنه نحنا وقت اللي بنحكي عن الفواقرا أو القصبة منفكر دائما بالكوليستيرول القصبة الفواقرا أنتية فيه نسبة كوليستيرول أكتر والباتي فيه نسبة دهون مشبعة خاصة أكتر يعني ننتبه على الكمية اللي عم ناخدها وننتبه هوني كمان نقطة كتير مهمة لسيدات الحوامل أو هاللي يمكن بدأت تنتبه على نسبة الفيتامين أ اللي عم تخدها خاصة اللي عم بياخدوا سابلمنز فيتامين أي القصبة أو الفواقرا فيه نسبة فيتامين أ كتير كتير عالية فإذا ننتبه على كمية الفواقرا أو الباتي اللي عم ناخدها إذا عم ناخد مكملات غزائية فيها بيتو من أي حصة الفواقرا قدي هيدا كبيرة؟ هيدا حصة تقريبا أنا اللي قصيتها بتوازي تقريبا شي 50-60 جرام هادي فيها كالوريز؟ فيها حوالها 120 سعر حرارية الفواق الباتي فيها أكتر الباتي فيها حوالها 150 سعر حرارية عم بيحكي عن هالقطع هاي عن هالحجم؟ عن هالحجم هاي أكيد يمكن ناخدها مع كبيس يمكن ناخدها مع خبز فإذا ننتبه إنه إذا عنا نسبة كوليسترول عالية أفضل إنه ما نتناولون هالمأكلات هول لأنه كتير بيعلون الكوليسترول ناتالي خلص وقتنا بديك نقول شي سريع عن الكافيار نحكي عن الكافيار أو إذا الشي منخليها لبكرة منخليها لبكرة منخليها لبكرة هيك نحكي كمان عن الحبشة لأنه كمان في عمارو بيكون حدرة شوف عمارو thank you ناتالي هناخد وقفة سريع مشاهدينا ومنجع من كافي سوا ترجمة نانسي قنقر